وفضَّله وميَّزه بكثيرٍ من الفضائل والإتقان وأكرمه وأجمله بمكارم الأخلاق والإحسان والصلاة والسلام على المبعوث بشيرًا ونذيرًا لجميع الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد فإن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة إذ أرسل إليها أكرم الرُّسُل وأفضل الأنبياء ومنَّ عليه بكريم الصفات والشمائل وبعثه ليُتم مكارم الأخلاق ومداحه وأثنى عليه أفضل الثناء وأتمَّه فقال جل شأنه وإنك لعلى خُلُقٍ عظيم فقد كان عليه السلاة والسلام متصفًا بهذه الأخلاق الحميدة قبل الإسلام وبعده وشهد بذلك عدوه وصديقه وبلغ الذروة العالية في كل ما يمدح به إنسان على وجه الأرض ومن هذه السفات التي أكرمه الله بها سفة الحياء وقد ثبت فيما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُبَيِّن لنا أن الحياء صفةٌ ذاتيةٌ للأنثى ولذلك كانت قلَّته في النساء دليلٌ على قرب الساعة وقد ذكر الله عن قسة موسى عليه السلاة والسلام عندما سقى للمرأتين فقال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قال الجزائري في أيسر التفاسير رحمه الله تعالى أي واضعةٌ كُمَّ دِرْعِها على وجهها حياءً منه وقال غيره أي وهي مستحيةٌ مستترة فقالت له متعدِّبةً في حديثها ثم قال فسار أمامها وهي تسير خلفه حتى أتيا إلى أبيها وقال الجزائري أيضاً من هداية هذه الآيات بيان فضل الحياء وشرف المؤمنات اللاء يتعففن عن الاختلاط بالرجال وقال بعض المفسرين وهذا دليلٌ على كمال إيمانها وشرف عنسرها وقال آخر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنها ليست بسلفع من الناس خراجةً واللاجة وأن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضعٌ وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماقة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه قال ابن عمر رضي الله عنهما إن الحياء والإيمان قرنا جميعاً فإذا رفع عهدهما رفع الآخر أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في الإيمان وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله أوسني قال أوسيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلاً من صالح قومك رواه أحمد في كتابه الزهد وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاسنع ما شيت أخرجه البخاري وهذا الحديث يا عباد الله فيه دليل على أن الحياء مانع الإنسان من ارتكاب ما يضره في دينه أو يخل بأدبه ومرؤته فإذا فقدت منه هذه الخسلة لم يبال بما صنع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ذكر ذلك ابن أبي الدنيا في كتابه مكارم الأخلاق قال الشاعر رحمه الله إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاسنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء وقال ابن القي في كتابه مفتاح دار السعادة وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا وهو خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهم الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء ولولا هذا الخلق أي الحياء لم يكرم ضيف ولم يوف بالوعات ولم تؤد أمانة ولم تقضى لأهد حاجة ولا تهر الرجل الجميل ففعله والقبيه فتجنبه ولا ستر له عورا ولم تنع عن فاهشة فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء آقبتها الحميدة وإما دنيوي وهو حياء فاعلها من الخلق فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها قال أبو السفيان قبل إسلامه لما وقف أمام هرق العظيم الروم ليسأله عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لولا الحياء لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه انظروا أبو السفيان هذا لم يسلم بعد لما قال هذا الكلام لم يسلم لم يسلم أنه كافر مشرك بالله وقت ذاك ولكنه قال لولا الحياء من أن يأثروا يعني أن يرووا علي أني كذبت في حياتي مرة قط لكذبت على النبي ولكنني أخشى أن يقال إنه كاذب فترك الكذب وفي المتفق عليه من حديث عمر من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأستغفر الله سبحانه وتعالى فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اشتغفروه إنه هو الغفور الرحيم ؛ Lazarاء المترجم delicious أحلى، grosse간 أحلى أحلى سعة أحلى سأشعى سعيد ترجمة نانسي قنقر 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 لا يس Service حيث تشريك ولكن أمر المتحدث لا يسعى لا يسعر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذا كان هادوك وحوش مكثيرة لانه! ستبقى مع دمران سبقى هنا بإذن الله أنت ماجینة أنت يتبغل كي أنت اتبغل كما أنت اللهم انصر من نصر الدين وخزل من خزال المسلمين اللهم جنمنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك